بالأوين الأخيري كترة الأسئلة عن العالم وخاصة المتابعين لقناة شو الأخبار لما نطلع لايف لما نعمل حلقة مع خبراء في السوق العقاري وفي القروض العقارية دائماً كان السؤال هل يترى منشتري أو منستأجر أو مننتظر هل يترى أسعار المنازل رح تنزل هل يترى الإجارات رح تنزل أو رح ترتفع بهذه الحلقة رح نجاوب على سؤال المليون هل تستأجر أم تشتري أو تنتظر الإجابة في الأرقام تحياتنا لكم متابعين ومشاهدين من قناة شو الأخبار معكم حسين هاشم وحلقة جديدة مباشرة من برنامج شو فيما فيه نستعرب من خلال موضوع الإجارات في الولايات المتحدة الأمريكية للمنازل خاصة بعد التقرير الذي صدر من realiter.com هذه الشركة العقارية اللي هي بترائب الأسواق العقارية إن كان من حيث أسعار المنازل أو أيضاً أسعار الإجارات في الولايات المتحدة الأمريكية كلها فأنا اليوم رح أحكي عن أمريكا كلها ما رح أحكي عن مدينة أو ولاية بالتحديد رح سمي مدن رح أعطي أسامل مدن الأفضل أن تستأجروا فيها ما تشتروا ورح أعطي أسامل مدن الأفضل أن تشتروا فيها ما تستأجروا أكيد بناء على أرقام وليس على تحليلات ورأي شخصي صراحة بناء على أرقام لأديش كلفة الأجار وكلفة شراء المنازل وبالتالي فيديو مثل عادي في غاية الأهمية نتمنى منكم دائماً تعملونا سبسكرايب على يوتيوب لايك وفولو على فيسبوك، إنستجرام، تيك توك وتويتر وأكيد تعملوا شائر لهذا الفيديو ليستفيدوا متابعين من المعلومات المقدمة خلينا نبلج بالمعلومات لكم للأشخاص الذين لا يحبوا يحضروا فيديو طويل، الفكرة العامة للفيديو يعني بعض الرؤوس الأقلام اللي بدكم تعرفوه أنه معدل الأجار، الميديان يعني البيع للأجار بأمريكا صار بأكبر خمسين مدينة بأمريكا بالففتي، بالففتي لارجس يو اس سيريس بأمريكا وصل الالف وثمينمية وستة وسبعين دولار هذي أول فكرة حطوه عنكم تاني فكرة، إذا بدنا نقارن من جون 2021 لجون 2022 طلعوا الأجارات 14.1% هذي تاني فكرة للفيديو تبع اليوم تالت فكرة للفيديو تبع اليوم الإجارات طلعت بالمدن لمعدلات البطالة فيها هي أقل شيء هذي التالت فكرة رابع فكرة لحلقة اليوم 38 من أصل خمسين كبرى المدن في الولايات المتحدة الأمريكية كلفة الإيجار فيها أقل من كلفة دفعات شراء منزل هذي رابع فكرة خامس فكرة لليوم مدينة ميامي هي كانت أكتر مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية عم بتشوف ارتفاع بالأجارات من هذيك السنة لهيدي السنة وخامس فكرة لهيدي الفيديو هي إنه من حيث أغلى أغلى أجار في الولايات المتحدة الأمريكية كان عم بيكون بسانتا كلارا بسان خوسي بكاليفونيا طب هذي اللي ما بيحب يحضر الفيديو للأخير تمام؟ إذا بدكم تاخدوا رؤوس أقلين من فيديو مع أنه بالفيديو رح يكون في تفاصيل كتير مهمة عن مدن الأجار أغلى وعمدهم شراء المنزل الأغلى طيب خلينا نبلش بالفكرة لهؤلاء الأشخاص الذين يحضروا الفيديو بشكل كامل إذا نحن نطلع على أكبر 50 مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية وصل المعدل الوسطي للأجار وصل إلى 1876 دولار بشهر جون وهذا الارتفاع 16 على التوالي يعني صرنا 16 شهر عم ترتفع الأجارات في الولايات المتحدة الأمريكية وإذا نطلع نحن من سنة إلى هلأ يعني year over year وصلت للـ 14.1% معدل ارتفاع الأجارات في الولايات المتحدة الأمريكية أكيد نحن بشهر يناير بشهر جانيوري 2022 وصلنا للبيك للقمة فهيدا يعني بصيص أمل لهؤلاء الأشخاص اللي عم يطلعوا على الإجارات بشهر يناير بشهر جانيوري 2022 وصلنا للبيك تبع الارتفاع بالأجارات يعني ارتفعت الأجارات وصلت لأكتر ارتفاع لقلها اللي هو 17.3% ومن يناير بعدها مرتفع الأجارات بس إذا أنا بدي قارن يناير بيونيو بيناير year to year كان 17.3% بيونيو كان year to year من سنة إلى سنة 14.1% وبالتالي بلشنا نشوف أنه نمو الإيجار والارتفاع بالأجار بلش يبطأ وينخفض يعني بلشنا نشوفها كصورة عاملة للولايات المتحدة الأمريكية بس إذا بدنا نقارنها بالسنوات اللي قبل يعني قبل 2021 إذا نحن بنطلع على يونيو 2020 ونقارنه بيونيو 2022 ارتفعت الأجارات 23.9% وإذا بدنا نقارنها بيونيو 2019 ارتفعت الأجارات 27.6% مقارنة ما بين يونيو 2019 ويونيو 2022 كما ذكرت لألكم أنا معدل الإجارات خلينا نطلع عليها بشكل عام هلأ حاليا الأوبرول يعني لكل شيء يعني بدون ما نفوت بالكاتيجوريز للستوديو لغرفة نوم واحدة لغرفتان نوم الأوبرول هو 1876 كما ذكرت أنا ومن سنة إلى هلأ ارتفع 14.1% ومن سنتين إلى هلأ ارتفع 23.9% طيب إذا نفوت بالكاتيجوريز بالفئات للستوديو المعدل الوسطي هو 1544 دولار من سنة إلى هلأ ارتفعت الأجارات تبع الستوديو 15.1% ومن سنتين إلى هلأ 19.3% لغرفة نوم واحدة واحدة الإجارات معدل السعر هلأ حاليا بالخمسين أكبر مدينة برويات المتحدة الأمريكية هو 1738 دولار من سنة إلى هلأ ارتفعت 13.8% ومن سنتين إلى هلأ ارتفعت 22.9% لغرفتان النوم لتو بدروم المعدل الوسطي لسعر الأجار بالشهر 2104 دولارات من سنة إلى هلأ ارتفعت 13.6% ومن سنتين إلى هلأ ارتفعت 25.6% طيب إذا بنتطلع على المدن اللي هي كانت عم بتشوف أكتر ارتفاع بالأجارات من سنة إلى هلأ كما ذكرنا ببداية الفيديو مايامي مايامي بولاية فلوريدا كانت من هذه الخمسين مدينة كبرى المدن بلغة المتحدة الأمريكية مايامي كانت بالمركز الأول بالارتفاع الأجار من سنة إلى سنة من هذيك السنة إلى هلأ يعني جون 2021 وكورانة بجون 2022 ارتفعت الأجار بميامي 37.4% احتلت المركز الأول بعد ميامي بالمركز الثاني اجت كمان أورلاندو بولاية فلوريدا 23.9% ارتفعت الأجارات فيها بيرجع عنا أوستن 19.6% سان دييغو 19.1% سان خوسيت 18.5% ناجفيل 18.4% تشارلوت 18.4% وغيرة أكيدة من الأماكن كمان عنكم نيويورك كان فيه ارتفاع كبير هو 21.1% وبوستن 23.6% طيب كمان فيه مناطق بأمريكا الارتفاع بالأجارات كان الأبطأ اتفقنا أنه هذي المدن اللي أنا سميتها كان ارتفاع الأجارات الأسرع طيب الارتفاع الأجارات الأبطأ يعني ارتفعت الأجارات بس يعني إذا قرنا بهذيك المدن كان بسيطة الارتفاع فيها مينيابوليس 3.3% بس ارتفعت الأجارات فيها من هذيك السنة لها السنة نيويورلند 6.6% فلادلفيا 6.8% ريفرسايت 7.2% ساكرامنتو 7.3% سان لويس 7.5% روشستر 8.4% سنسيناتي 9.1% بيتسبيرغ 9.4% وديترويت عندنا نحن هوني بالمنطقة 9.6% هذي كانت مدن كانت الارتفاع بالأجار عم ترتفع بس كان بشكل بطيء يعني مش متل هونيك كانت عم ترتفع 30% و 21% و 25% متل ما كنا عم نحكي طيب بالنسبة للإجارات إخوانا 38 من أصل 50 كبرى المدن بالولد المتحدة الأمريكية صارت كلفة الإجار فيها أقل من كلفة شراء منزل وهذا يعني له دليلات كتير كبرى إخوانا يعني إذا بدنا نقارنها نحن بيناير هيد السنة بديش نروح لهذه السنة إذا أنا بدي قارنها بجينيوري 2022 كان بس في 24 من هود الـ 50 مدن كبرى كان كلفة الإجار أقل من كلفة الشراء المنزل يعني تغيرت الأمور بشكل كبير جدا بها الخمسة الشهر من يناير إلى جون إلى يونيوم ركزوا كتير على هيدا النقطة ركزوا كتير على هيدا النقطة هيدا النقطة إلى كتير أهمية صراحة بناء على هيدا التقرير أجان لحتى أذكركم من www.realtor.com عم بيقول أنه العامل الأساسي اللي عم بيؤدي لهيدا التغير بأنه تتغير الأمور من أنه أشخاص عم بيروحوا يشتروا لأشخاص عم بيروحوا يستأجروا هو موضوع ارتفاع كلفة الاقتراض وكلفة شراء منزل بالولد المتحدة الأمريكية وشو علاها هي الفائدة على القروض العقارية اللي هي تتفعت بشكل كبير جدا يعني اللي كان يشتري بات بين يناير وكان يدفع الفائدة على القارة تبعه بحدود 3% 3.4% هلأ صار عم يدفع بيونيو تقريبا 5-5.5% وبالتالي كانت الكلفة الشهرية لشراء منزل عم تزداد 416 دولار كمان معدل وسطي يعني الشخص بيشتري بيت هلأ حاليا عم بيكلفوا الدفعة الشهرية على الأفرج متوسط 416 دولار زيادة تمام؟ ففي مدن بالولد المتحدة الأمريكية فلبت من أنه كانت كلفة الإجار فيها أقل من أم سوري كانت كلفة الشراء أقل من كلفة الإجار هلأ ألبت صارت كلفة الإجارات أقلة من كلفة الشراء طيب خلنوصل للسؤال اللي نحن طرحناه اليوم هل يترون منستأجر أو منشتري أو مننتظر خلنا نطلع نحن وياكم بناء على هيدا التقرير شو هي المدن اللي هي كلفة الإجار فيها أقل بكتير من كلفة الشراء وبالتالي بينصحوكم أن تشتروا أنه تستأجروا وشو هي المدن اللي هي كلفة الشراء أقل من إجار وبالتالي بينصحوكم أنه تشتروا يعني الطاب تان للمدن اللي هي الأفضل الاستأجار فيها من البيع أو الشراء أول شي عم نحكي نحن عن أوستن وراوند راك بتاكسس لأنه عم بيقولوا وخليني بس عطي مسالين ما رح فوب بكل وحدي بالأرقام يعني عم بيقولوا بهايدي بأوستن بتاكسس معدل الوسطي للأجار 1864 دولار معدل الوسطي للشراء 3685 دولار وبالتالي الفرق ما بين الشراء والإيجار شهريا 1822 دولار في فرق كتير كبير وبالتالي هون بهيد المدينة بينصحوا أنه أنت تستأجر ما تشتري تمام؟ لنكمل شو هي المدن كمان اللي بينصحوكم تستأجروا ما تشتروا لأنه في فرق كتير كبير والأرقام ما بيني قدامكم سام فرانسيسكو وأوكلند وهايورد بكاليفورنيا معدل الوسطي للأجار 3171 معدل الوسطي للشراء 5705 دولارات يعني الفرق بين الأجار والشراء 2535 دولار كمان سيارل تاكوما وبلفو بواشنطن نيويورك بنيويورك نوورك بنيو جيرزي وجيرزي سيتي ببنسلفانيا سان خوسي وسان كلارا بكاليفورنيا بورتلان بورتلان بانكوور وهلس بورو بوريغان وبيواشنطن لوس أنجلوس لونغ بيش وانهائم بكاليفورنيا بوستن كامبريج ونيوتن هيوستن وشوغيرلان بتكساس فينيكس وسكوت ديل باريزونا هادي مدن بينصحوكم انه انتو تستأجروا فيها ما تشتروا لانه كلفة الشراء كتير كبيرة وفي فرق كتير كبير ما بين معدل الإيجار ومعدل الشراء يعني ما بين الفرق ما بين 700 دولار ليوصل لـ 2100 دولار تقريبا طيب شو هي المدن اللي بفضلوا انه تشتروا فيها ما تستأجروا فيها لانه الدفرنس لا منة كتير كبيرة طب 10 مترو تتفاور بيين أوفرانتين يعني طب 10 ستس بأمريكا اللي هنه أفضل تشتري ما تستأجر بتس بيركا بيتس بيركا بيين برميغام هوفر بي الاباما سان لويس بي ميزوري كليفلند بي أوهيو بلتيمور كولومبيا و تاوسن بي ميرلند لويسفل بي لويسفل بي كنتاكي و جيفرسون كاوني بي انديانا فيرجينيا بيتش و نورفولك بي فيرجينيا و نيو بورت نيوز بنورس كارولينا انديانا بوليس و كارمل و أندرسون بانديانا سنسيناتي بأوهايو بكنتاكي و انديانا و كانسس سيتي بميزوري و كانسس فهودي هنه أعطوكم الطب 10 سيتيز الأفضل إنه تشتروا أحلى ما تستأجروا والطب 10 سيتيز اللي هي أحلى إنه تستأجروا ما تتفقنا فهي دا بشكل عام التقرير اللي كان عم بيجينا من relater.com و كانوا عم بيستعملوا الأرقام أنا عشان هيك سميتوا للفيديو إنه أجواب في الأرقام ما رح أعمل تحليل أنا من عندي بشكل عام فللي عم بيسأل هل ياتورا بيستأجر أم بيشتري بيت أو بنتظر بدك تقارن قديش عم تدفع أجار أنتما شفنا قدامنا بالتابل بالتابل اللي حتاني قديش عم تدفع أجار قديش بيكلفك إذا بتشتري بيت و قديش الديفرنس قديش الفرق بين الأجار و كلفة شراء البيت بالشهر تمام و قديش أنت قادر تتحمل هيد المصاريف قادر تتحمل أنه أنت تشتري بيت بناءا على التكاليف اللي عم بيبينه قدامك إذا لأ ساعة الأجار هو أفضل لك هل الأشخاص اللي عم بيقولوا هل يترى ننتظر كيف ما نبين بالترند أنه النمو تبع الإجارات بارتفاعها بلش ينخفض يعني شفنا نحنا بلش تنزل من 17.3% بيناير ل 14.1% بجون وبالتالي النمو والارتفاع بالأجارات بلش ينزل الأسعار البيوت مثل ما شايفين أنتوا قدامكم وهيدي فكرة أنا بدي أرجع أربطها بفيديو سابق أنا عملته لحتى خلي فيديو هيدا أصير الفيديو السابق اللي عملته أنا عملت فيديو هين خاصة بالسوق العقاري كتير مهمين ما تطلّوا على العنوان احضروا الفيديو أول فيديو عملته أنا هل الأسواق العقارية سوف تنهار مثل ما صار بالعام 2008 حقيقة أم أوهام وتوصلنا نحنا وإياكم لفكرة بنهاية الفيديو أنه لا ما رح يصير نفس الموضوع اللي صار بال2008 هل يا ترى اللي حن بدو يصير هلأ مثل اللي صار بال1996 أنه معناته أسعار المنازل بأمريكا ما بتنخفض بكل أمريكا وإنما ببعض المدن نتيجة الببل الموجودة ببعض هالمفقاع على الأسعار وهيدا اللي أنا عم شوفه بهيدا التقرير قدامي هيدا اللي عم شوفه أنا بهيدا التقرير قدامي تمام فدايما قارنوا قديش الكلفة وقديش قدرتك قديش فيك تتحمل هني دايما بيقولوا الفكرة العامة أنه تشتري أحلى ما تستأجر لأنه إذا عب تستأجر عم تدفع أنت اللون تبع حدا تاني بس هل أنت قادر تشتري ما بدك تشتري بيت وبعد شهر شهرين ثلاثي ما انك قادر تعمل الدفعة بروح البيت للبنك بدكش تعمل هيك بحالك كمان فهمين جيف فبدكن تطلعوا على كلفة الأجار كلفة الشراء قديش الدفرنس بيناتهم والفرق بيناتهم وفي الـ دوز ميك سانس لألك أنه أنت تشتري وقدر تشتري روح اشتري تمام على الرغم من أنه هلأ إذا بدك تشتري بدك تكلفك أكتر من أبد يعني الأشخاص اللي ناطرين أنه تنزل الأسعار قديش رح تنزل الأسعار مقارنة مع قديش رح تطلع الانترست ريت اللي عم بتوفروا أنت بسعر البيت بدك تدفعوا بالانترست ريت بس خلوا هذي الفكرة موجودة عنكم فأنا عطيت أسماء المدن بناء على هيدا التقرير تبع رياتورو.com وإنتوا لكم الاستنتاجات هيدا كانت حلقتنا اليوم من برنامج شوفي ما فيه معناه أنا حسين هيشان من قناة شو الأخبار أكيد منتمنى منكم تعملوا مشاركة شارع لهيدا الفيديو تعملوا لايك وفوضوا صفحاتنا على وسائل التلاصل اجتماع على فيسبوك انستجرام وتويتر تيك توك تفعيل جرس التنبيه وإلى عنقاكم بحلقات مقبلة من هيدا البرنامج وبرا مش أخرى إلى اللقاء وبعاية الله